كان يستهزئ بصورة الكهف ويقول أنتم أيها المسلمون لا زلتم تعيشون في عهد الأساطير كيف يمكن لأناس أن يناموا ثلاثمائة وتسع سنوات وسبحان الله بدأت أبحث في هذه السورة العظيمة وقلت لابد أن أجد معجزة ترد على هذا الملحد الله تعالى ماذا قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فسبحان الله كلما انتقد ملحد القرآن الكريم ظهرت معجزة جديدة تأملت هذه السورة ووجدت أن الله في آخر هذه السورة يقول ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة قل الله أعلم بما لبثوا انتهت القصة عند لبثوا انتقل الحديث بعدها له غيب السماوات والأرض إلى آخره الصفات الله تعالى وفي بداية القصة يقول تعالى لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أيضا أمد نحن نقص عليك نباهم بالحق هنا بدأت القصة قلت سبحان الله أصحاب الكهف لبثوا ثلاثمائة وتسعة سنوات والقصة تبدأ بلبثوا وتنتهي بلبثوا فكم هو عدد الكلمات وكانت المفاجأة قمت بعد كلمات السورة أو القصة من لبث الأولى إلى لبث الأخيرة وكان الرقم ثلاثمائة وتسعة كلمات بعدد السنوات التي لبثها أصحاب الكهف سبحان الله وأثناء العد عندما وصلت لقوله تعالى ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة كان رقم هذه الكلمة ثلاثمائة سبحان الله بالله عليكم هل يمكن لمحمد عليه الصلاة والسلام أن يؤلف لنا قصة ويضبطها بهذا الشكل البلاغي الرائع ويأتي عدد الكلمات من لبث إلى لبث يساوي ثلاثمائة وتسعة ما لبثه أصحاب الكهف إن هذه المعجزة ترد على كل ملحد يدعي أن هذا القرآن كتاب بشر وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام الله وبركاته الحمد للقرآن ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القرآن اشتركوا في القرآن اشتركوا في القرآن اشتركوا في القرآن